ما بلقاش يعني أو الحاجات دي ما بتستفزينيش قوي لكن يبدو أن فكرة أنه الأهلي كان ضروري أنه ينسحب على خلفية التنظيم السيء وعلى خلفية المدايئات اللي اتعرض لها في المغرب وعلى خلفية اختيار المغرب أساساً لناتا الصديفة المباراة النهائية ده طبعاً أبداً ما كانش وارد وما اعتقدش أنه تحت أي ظرف مهما كان قاسي ومهما كان غير عادل أنه قدرت الأهلي تاخد قرارات زي ده لأنه تبعاته على فكرة تكلفته كلفته على النادي الأهلي وعلى مشوار النادي الأهلي في البطولات اللي جاية ممكن تبقى أكبر بكتير جداً من مجرد خسارته اللقب تكلفة ممكن تبقى مادية غراماته ده أكيد تكلفة ممكن تكون فنية وده الأهم بالنسبة لي وبالنسبة النادي الأهلي أنه ممكن على سبيل مثلاً أنك أنت تمنع من الاشتراك في بطولات أفريقية لموسم أو اتنين أو تمنع من الاشتراك في بطولة زي بطولة كاس العالم وللغاية الوقت ما زال الموضوع قائم أنا ما عنديش فيه يعني كلمة أخيرة بس اللي أنا أعرفه أنه احتمالية أنه البطولة اللي جاية أو نسخة اللي جاية من كاس العالم تبقى بمشاركة 24 نادي وفي هذه الحالة إذا تم ده إنها ما تكونش سبعة عندها زي ما ابتدت البطولة من أول إلى الغاية آخر نسخة فيها وإذا ما تم ده الأهل يكون لي حظ أو نصيف في المشاركة بحكمه وصيف بطولة دوري الأبطال فممكن أنك أنت تمنع من حاجة زي كده ممكن تمنع أساساً من المشاركة في دوري الأبطال في النسخة اللي جاية والأهل ما اعتقدش أنه يعني يرتاح لحاجة زي كده أو يوافع على حاجة زي كده الخلاصة والأمور بطولة وراحة وفيها كتير من الدروس المستفادة وفيها حاجات كتير جداً تدعو المسؤولين كل واحد في موقع مسؤولية إن النس تتحرك بقى عشان تمنع حالة الإجحاف حالة التربص حالة تعمد أنك أنت تاخد من أندية مصرية أو منتخبات مصرية ما هو حق أصيل لي أتمنى أن الرسالة تكون وسط هنكلم